اشتركوا في القناة ونكتب الكلمة اللي فيها همزة بكل بساطة تعال معايا نتعلم قعدة املائية بسيطة القعدة اسمها الهمزة المتطرفة الهمزة المتطرفة يا جماعة هي الهمزة التي تأتي في نهاية الكلمة الهمزة التي تأتي في آخر الكلمة تأتي على أربعة أشكال أهم شيء انظر للحرف السابق للهمزة انظر للحرف السابق للهمزة فقط إذا كان الحرف السابق للهمزة مفتوح تكتب الهمزة على ألف مثال كلمة بدأ قرأ نبأ سبأ إذا كان الحرف السابق للهمزة مضموم علي ضم يعني تكتب الهمزة على واو مثال لؤلؤ اللام مضمومة عليها ضم تباط امرأ أما إذا كان مكسور الحرف السابق للهمزة مكسور تكتب الهمزة على ياء زي كلمة شاطئ مبادئ مفاجئ أما إذا كان ساكنا إذا كان الحرف السابق للهمزة مباشرة ساكن عليه سكون بكتب الهمزة على السطر أكتب الهمزة على السطر زي كلمة سماء ألف المد حروف المد كلها ساكنة زي كلمة هدوء زي كلمة شيء زي كلمة دف هي دي كانت القاعدة بتاعتنا النهاردة يا جماعة قاعدة الهمزة المتطرفة أهم شيء يا جماعة أن أنا أنظر للحرف السابق للهمزة إذا كان مفتوح بكتب الهمزة على قلب إذا كان مضموم أكتبها على واو إذا كان مكسور أكتبها على ياء إذا كان ساكن أكتبها على السطر قاعدة سهلة وبسيطة نتعلمها ونعلمها لولدنا كان معكم رامي عصام معلم اللغة العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر